طيب أنا هروح لمنطقة شوية ممكن تكون بتتعب ناس كتير قوي يعني يجي يقولك ايه؟ طب أنا عملت زنوب كتير قوي يعني هو ربنا معقولة هيتوب علي وانا عمالة بستغفر ربنا بس أكيد هو مش هيغفر لي كل ده ايه هي حدود التوبة؟ يعني هدي لحضرتك مثال مثلا مثلا ومثال موجود في وسطينا واحد ما كانش بيصلي خالص طول حياته ما بيركعهاش يعني وبعدين فجأة قرر ان هو يصلي فهل المفروض ان هو يؤدي معليه من صلوات طول السنوات اللي فاتت دي ولا هيبقى وضعه ايه؟ هو خلينا هنا السؤال ده في حكتين بيسأل هو أنا معقولة ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي بعد كل اللي عملت ده اه ربنا هيسمحني ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث في القرآن الكريم عن هذا الصنف من الناس بالتحديد ويناديهم سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرافوا على أنفسهم مش قل يا عبادي الذين أذنبوا أو أساءوا أسرافوا على أنفسهم أسرافوا على من الإسراف الإفراط مفرط في الزنوب مفرط في المعاصي مفرط في الآثام مفرط في اقتراف المبقات والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى يخاطب هذا الصنف بالتحديد قل يا عبادي الذين أسرافوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم خلاص يقينا وصدقا الكلام انتهى إن الله يغفر الذنوب جميعا طب إيه هو الفعل اللي ربنا سبحانه وتعالى ما يغفروش للإنسان الشرك والعياذ بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طرم الشخص قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو كده دخل في حضيرة الإسلام طبعا مأمور الإنسان إنه هو يطيع الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ولكن الإنسان إذا وقع تحت أسر الضعف الإنساني أو وسوسة الشيطان أو قهر النفس مثلا طب يعمل إيه هو وقع في المعصية هو فعلا وقع في المعصية خلاص يأس لا ما يأسش أبدا ولكن يجب أن هو يقبل على الله سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى لم ينصد أو لم يغلق بابا في وجه تائب أبدا باب التوبة مفتوح لأي حد أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب مهما فعل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كده المسألة هي منتهية طيب هو ما كانش بيصلي والصلاة دي فرض وركن من أركان الإسلام وربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا طيب إيه بقى هيعمل إيه إذا كان هو زي محاكت أفضلت كده بالتعبير ما كانش بيركعها أو أعد فترة مثلا معينة من الزمن نشغول أو ملهي أو يعني غافل أو أو وبعدين ما كانش بيصلي فييجي بقى هو مطالب بإنه هو يصلي هذه الصلوات نعم مطالب بإنه هو يصلي هذه الصلوات للسنوات يا مولان وليكن شوف حضرتك هو الإنسان طالما أقبل على الله سبحانه وتعالى بإرادة أي مش هيبقى فيه شيء صعب عليه وربنا سبحانه وتعالى هيسر له السبيل مش هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هداه وربنا سبحانه وتعالى اللي يسر له سبيل الهداية ربنا سبحانه وتعالى اللي هيعينه على أداء ما فاته طالما إنهو عنده نية ودايما كده يعني العلماء والصالحين دايما يقولوا يأتي الإمداد على قدر الاستعداد أنا مستعد آه أنا مستعد ويعني بس منتظر الفرصة تجيله الطريقة يا مولانا برضو عشان يسر عليه يعني أصلا ساعد عمره كله اللي جاي يصلي مش هيعود يسيب شغله بقى شغله وحياته وبيته ومسؤولياته برضو معه برضو عشان إيه الأمور ما تتخذش كده يا أقوله الطريقة بس هو الطريقة اللي هو ممكن يعني أكتر من طريقة ممكن هو المهم إن إحنا نؤدي أو نقضي ما فات الطريقة تبقى إزاي على حسب ما يتيسر للإنسان يعني ممكن أنا مثلا يبقى عندي أيام أجازات مثلا أيام أو متفرغ في أيام ببقى متفرغ فيها وحابب أو متاح بالنسبة لي أو ما فيش مشكلة عندي إن أنا ممكن في اليوم ده صلي لي 20-30-100 من اللي فاتني ما فيش مشكلة إن هو بيصليهم بقى بنية إيه يعني نويته صلي إيه وهل بتبقى ركعتين والأربعة نعم بيصلي ما فاته قضاءا يعني هو الصلاة عندنا صلاة الصبح بتبقى ركعتين فإذا فاتوا صلاة الصبح فبيصليها ركعتين هو صلاة الظهر أربعة فبيصليها أربعة وهكذا تمام فهو ممكن يعمل كده يعني هو ممكن يبقى عنده أوقات فراغ يقول أيها أنا بدل ما نقعد أصلي وحضرة النوعة الصلاة يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة فيه ناس كده فيه ناس تجد الراحة والأنس بالله سبحانه وتعالى حينما يكبرون ووقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى فشخص يمكن يعمل كده دي بالتعود بقى أنا أعملها عادة لحد ما تبقى العبادة لغاية ما نتعود عليها ممكن حاسب تاني يقول طيب أنا ممكن المسألة تبقى بالنسبة لي تقيلة شوية فممكن مثلا مع كل فرض من الفروض اللي أنا بصليها أداء أصلي فرض ولا اتنين قضاء من اللي فاتوني قبل كده أيها طبعا ممكن يعني أصلي الظهر اتنين العصر اتنين أصلي الظهر اللي أنا أصليته دلوقتي الحالي بتاع النهاردة وهصلي ظهر أو اتنين أو تلاتة من اللي فاتوني أي وهكذا فهي المشكلة عندنا ما هيش في الطريقة بقدر ما هي المشكلة تكون في الاستعداد خلص خلي عندك استعداد كده وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشرح الصدر وأن ينسر الأمر هتجد الله سبحانه وتعالى هو المؤفق والله سبحانه وتعالى نهدي